السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله دائما في ايطار تحذير ديال الشفاوي ديال التعليم اليوم ان شاء الله غدي نشوفو كيفاش نحضروا ليفيش بيداوجيك او لا كيفاش نحضروا الجودادات داكو اول حاجة خاصة نعرفو عشان صيبو الجودادات الجودادة هي واحد اللو دوكيمون اللي تنصيبو في الدار كيتصيب في الدار اما كتدير لسيزي زما في الورد كتصيبو في اللغديناتور ديالك ولا كتصيبو عليك يعني بيدك مانوسكي تتكتبو بيدك شنو تنديرو فهادلو دوكيمون هذا تنوجدو في الدرس يعني انتا كاستاد كتحدر الدرس تتفهمو انتا بعدك كتوجدو عاد كتمشي تشرحو الكلمت صافي؟ يعني كتتدير لاتخونس بوزيشان ديداكتيك تتحولو من الانصفوغ صفان لانصفوغ اونسينيه كتدير لاتخونس بوزيشان اكسترن صافي؟ يعني المرحلة اللولة دير لاتخونس بوزيشان ديال النقل الديدكتيكي مفاهمين؟ ألو تتوجد درس مي كانقول كتوجد درس؟ يعني كتوجد الاسئيلة اللي غدي تسوي الكلمت؟ كيفاش غدي لاكخوش بعدها كيفاش غتقدم لهم الدرس؟ كيفاش غدي شنو هم الاسئيلة اللي غدي تسوي لهم باش يفهمو هدك الدرس؟ شنو غدي تدير في الأول شنو غدي تدير في منبعد شنو غدي تدير في الأخر شنو غدي تعطيهم ميكتبو باش انت ما كتبقاش كتتجنب هدك الابتجال وما كتبقاش تفتف قدامهم وما كتبقاش انت تالف بينك وبين راسك كتخدم مرتاح وكتكون عندك واحد لوتوريته دو كمبيتنس يعني واحد لوتوريته واحد السلطات الكفاءة يعني التلامت ديالك تيعرفك بانه انت واحد الانسان اللي رك ما تتفلاش عليهم بهاد اللغة عادي بهاد المفومادة ما تتفلاش عليهم وتتشرح ليهم وكتتقريهم من نيتك صافي؟ هذا هو الوبجكتف ديال الفيش بيداغوجي حكا صافي؟ يعني سنحوول صفاغ صفان لان صفاغ انسنية وتتكون عندي واحد لوتوريته دو كمبيتنس قدام تلام دي وتنشرح وتنخدم مرتاح وتدوك تليم داتي فهمو مزيان الاغ بنسبالله فيش بيداغوجيك جيكولو عندها مراحل يعني ثلاثة دقايق اللولة من اللوكور ولا الخمسة دقايق من اللولة فلوكور انا مرحلة غان دير مرحلة الخورة شنو غادي ندير فيها وحنا غادي صافي؟ دونك اول دومين غادي نبدا به غادي نبدا بلا لكتور الاغل الفرنسية عندنا لدمين دير للكتور اپري كين لانغة غرامر كينة لانغة كومنكاشن موهم لا لانغة ان جنرال وكينة لپroduكشن إكريت وكينة لأكسفيته أورال لأكسفيته أورال عاد لأكسفيته دو production إكريت داب احنا اليوم غادي نشوفو غير لالكتور ومن بعد انشاء الله إلا كنتوم هتمين بهذا المحتوى نقدر ندير لكم لفش بيداغوجيك ديال لدمين لاخرين اول حاجة كنديروها في الفش بيداغوجيك يعني في اللول ديال الصفحة ديالنا شنو كنديرو كنديرو لانتات لانتات يعني في الراس ديال الصفحة شنو غادي ندير كندير المعلومات ديال هادك الدرس والوبجيكتيف ديالو الهدف ديالو ولي كمبيتنسين الكفاءات ولا الكفاءة اللي بغيت نحقق في هذي كلاسيكونس صافي؟ اذا في اللول غادي نكتب لجنغ ديالو دوكيمون اللي هو فيش بيداغوجيك متخفوش هرا في الاخر غادي نوريكم صفحة كاملة كيفاش كتكون نخلي لكم تصويرا ديال فيش نيد ديالي انا أبخي كتكون عندنا كتكتب سميتك ومن بعد كتكتب القاسم ولا كتكتب القاسم بعد كتكتب سميتك مثلا لكنتي ستتقري اولا تدير اولا بخمية غانية جونج تلاتة اربعة على حسب شنو عندك أبخي كتكتب اكتيفتي دو بوين وكتدير لكتور مثلا نحنا دابس نديرو لكتور نديرو اكتيفتي لكتور لو تيتر كنكتبو العنوان ديال هادك النص اللي اللي كنقري من بعد كنديرو الوبجيكتيف ديال هادك ديال هاد الليكتور هادي الكمبيتنس يعني الكفاء اللي بغيت نحقق في هاد لسيكنس هادي كنديرو مانويل إنه مانويل كنقري به واش باركور مثلا واش باسغال واش لغة فرانسية اللي حسب وكندير عاو تاني ليزوتي بيداغوجيك يعني اللي داك شي اللي كنستعمل باش كنديرو الدرس ديالي مثلا كينين دايزيماج كينين كيلو تابلو مثلا كين فوتوكوبي وانسي دوسويت صافي؟ ألغو من بعد ما كنكتب هاد المعلومات كاملين فلانتات دابا كندخول فلو فيف دوسيوجي كيف ما كنكول تاندير الدرس ديالي المراحل ليد الدرس ديالي ألغو أول مرحلة اللي كتكون فيها ما بين ثلاثة دقايق وخمسة دقايق هي يوميز مرة الشبistic ويناء بيبا قمسة دقايق أحد تقو اللي يوم هاي شهنا نديرو اليوم باش كيمشيوا معك تتعرفواين طريق غاديين ماتي مقاوش مني كنت شرح الدرس ما كيبقهوش دايعين كيبقهوش إيقاري تكونوا عارفين شهن لوبجيكتيف من هاد درس اللي أنت كتديرو في المسيطة الاسئلة يمكنك ترحل من 3 الاسئلة حتى الاربع الاسئلة جوجة الاسئلة 3 مثلا نحن نخدم كاكتيفيته دو لكتور نخدم مثلا لكانت لكانت مثلا كل شي عارفو الاسئلة اللي ممكن تسولهم مثلا في هاد الاكتيفيته هدي تقدر تقول لهم في المسيطة الاسئلة السؤال الول ستقدر تقول لهم مثلا إسكو vous avez ديجا لوا ان كانت شامركم قريته واحد لكانت هدي تسنى لغيبانس ديال تلامت وي او نو هات قول لهم دوني موا ان تيتر يعني ان اكزمبل كيلي يقول كسندريان شابران روج كيني لز اكزمبل بزاف على حسب كل تلميذ وش نقر صافي مالبعد كتقول لهم توا انونسي الوبجيكتف هات قول لهم اجوار ديال نوزالان اتوديي لكانت نوزالان ادنتفير لكاركترستيك ديال لكانت نوزالان اتوديي لشيما نغاتي في الوكانت على حسب لوبجيكتف ديال ديال santé اللي يكون عندك في منوال ديال صافي دونك فهت فهت للا فهت أيتاب هتي ديال ديال اللاميزة عن سيتيواتي التي تكون فيها من ثلاثة دقائق حتى الخمسة ديال دقائق ní كنسميه بحالااك راش يعني كتجربها تلميذں عندك كتغولي هاشنو سنديرو ليوم صافي دونك انو تتسالي هاد المرحلة هاتي كتدوز للمرحلة التانية اللي كنسميوها لوبسيرفاشن الملاحظة فلا فاز ديال لوبسيرفاشن الملاحظة تو سمplement ملاحظة النص كتاخدها داك المانويل ديالك كتقول لهم مثلا اللي عندك واحد الصورة كتقول لهم شنو كيباليكم في هاد الصورة كيسكوووزوبسيرفي مثلا بايليهم واحد لدراغان نوظيفان او mistercakرا او مطلن عندنا لنا مطلن او مطلن عندنا لنا وف كليه ليوم شنو كيين فاده الك الصورة كتقول لهم كيلاون ايوا ناسم صفي ديالك الاحalay الاح في لقائد انه اften قوي يقولون لك مثلا يساجد دون تكس ناراتف صحيح؟ كنت تشوف هادا لكناسس بريالابل ديالهم اللي ديجا شافوهم في لبرمير او لك دوزيان اللي حسب لنيفو اللي انت تتقري كنت تسولوهم مثلا اللي لتيب اللي لتتر اللي لصوص ديال لتكس او للماج شنو كي برليون فيها و هاد لفازة دي تايي كي يكون فيها خمسة ديال دقايق صحيح؟ دونكم اللي كنساليولو بسيغفاشن تندوزو اللي لتابة التالتا اللي هي لتركيب ديال المعنى يعني تو سمبل ما تفهمو تي نرحلة ديال الفهم ديال النص صحيح؟ اللغة في هاد المرحلة هادي هنا فاش كتتبدا تتسولهم على النص باش كتشوفهم واش فهمهم مزيان النص باش كتفهمهم النص متلا انت قدر تقول لهم هاد لفازة دي تيكونو فايا لكيششن بزاف كتكونو فايا وحد خمسة وثلاتين دقيقاتك موسيقى مثلا كتسولهم سؤال البرسناج مثلا فلان كيس كي لا دماندي على اتخل البرسناج شنو دارف هاد القبا هادية شنو دارفه كتسولهم دي كيستيان عندهم علاقة بالنص صافي؟ مثلا احنا دا بك نشوفوا لكانت الاكزمبل اللي عدتكم في لكانت الوبجيكتف هو انو نخرجوا له شيما نغاتيف دونك تقدر تقول لهم من بعد ما تسالي قاع للكيستيان اللي عندهم علاقة بالنص تقدر تقول لهم مثلا او ديبو شنو كيفش كانت الوضعية لسيطواشن ديالي برسناج كيفش كانت القيستة كيفش كانت إلي تي كالم مثلا أبري شنو جا جالينا واحد لبروبليم مثلا شنو هاد البروبليم شنو كنسمي هاد المرحلة هادي ملكانت سيليمان ببرتورباتر من بعد شنو وقاع او تقول لهم هادو مثلا انت نسميهم لبريباتي او تاني شنو وقاع ابري سيلو دينو ما فينال ما شنو طرف النهاية دي القيصة مثلا البرسناج ولا الايرو شنو دار ادي كي هي لسيطواشن فينال دونك فحال هكا دي كيسيون عندهم علاقة بالنص باش بوحدهم كيستنجو داكلو شيما نغاتيف ديال ديال لكانت اللي انت قلس كتشرح فيه صافي؟ من بعد ما كتسلي هاد المرحلة هادي كتدوز المرحلة الاخيرة اللي هي لاتخاس ايكريت كيف ما كنعرفو في كل اكتيفيتي كيخص تكون عندنا واحد لاتخاس ايكريت اللي كيكسبوها تلامد في الدفاتر ديالهم قلنا هاد لاتخاس ايكريت يعني دكشي اللي كيكسبو تلامد في الدفاتر ديالهم باش مني كيبغي وعوتين يراجعو في الدار تيقاو ما يراجعو صافي والغيزومة ولا شنو برتفع ديالك الحيث دونك مثلا فلاتخاس ايكريت احنا عدنا دابعو كونت غادي تدير لهم كنديرو واحد بحال غيزومة ديال هادك التكست اللي قرينا وكنديرو بحال واحد جغتين تحت منه مثلا هنا هاد قدر ديالهم واحد طابلو فيه لزيتاب ديالو شيما نغاتف ديال سيطواشن انيسيال لليمان پرتوباتر من ورها لليپیشي ورها لدينوما ورها ورها لسيطواشن فينال ونتا والانتي غادي تشد ديالك القيسة اللي انتو مقريتو غادي تاخد لزيتامن و تحتومن في كل اتاب كل اتاب تحتلع لزيتامن ديال ومن بعد في جغتين جيقول إما يكتبو جغتين اللي في المانويل تقراوها و تفهموها و يكتبوها ولا كديروهم جغتين من عندك انتايا لاتخاص ديالك پرسونيل و تقولوا مثلا لقانت هاشن هوا ولا لشيما نغاتف ديال لقانت هاوما لزيتاب ديالو صافي؟ ولا مثلا لقانت مرهيو هاشنو لديفنسيان ديالو و تديروهم هاوما لزيتاب ديال اللي كيكونوا في لشيما نغاتف ديال انقانت الوغدا ببغيت نهلر في واحد القادية ديما كل عام فيما تخرج الكونكورد ديال تعليم فيما كي يوجيو كي يدوز الكتابة و كتجي المرحلة ديال الشفاوي كي يبقاو في الجروب ديال فيسبوك تيبقاو بحلا نقولو كي يديرو شي إشاعات ولا كي بقاو كي يزيدو فيه شوية على زمان كيفش يكون الشفاوي و كيفش يكون و انا لاحظ بانه هادشي اللي كان هاد العام اللي حينو هاد العام كانو كيلوحو حتى العام اللي فات وما كان منو تشي حاجة كانو غير كي خلعو الناس باش يسترسيوهم وصافي هذا القادية لانهو كاتجلس و تيدورو بيك 60 واحد و كي دورو بيك عشرة ديال الناس و واحد يقولك مثلا حسب الصرع ديال هاده بالميليمتر و هذا الشي دوك 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 مهم الابيوز و مثلا كي بدوو عليك يسترسيو في كل واحد شنو تيدل كهدك ممكن شمنه كتعامل كامل احترام كتجلس شوية عليك كيتعامله مزيان إلا استفزك شي واحد رغير باش كي شوف انتواش كيفاش غاد يتعامل فى ذاك الموقف إلا استفزك شي تين متر يعني الوبجيكتف رغير باش يشوف اللي بيك صافي رغير باش يشوف اللي بيك صافي رغير باش يدفك صافي كاتجلس كيكونو ثلاثة ديال الناس ربعة ديال ناس ماكسيموم كينش ذاك القادية ديال العشرة ديال الناس مدورين كيف متن قولو بالداريجة ولا واحد يتسوق لك شي اسئلة ماكين يا نش لا ومعلاق بذلك النص اللي جاي فيك وعندو معلاق بلا ديداكتك وعندو معلاق بلا بايداجوجيونتا وظهرك الاسئيلة انا هدرت لكم مرة اللي فاتت وقلت لكم كيفاش كيكون ذك شي فما تبقاوش تخلعوا الانسان يحاول ما امكان انه فاد لبيغيوده دي بعد من اللي غيزو سوسيوم حيث ذك شي غير كي يستريسي الوالو غت القرسك مع السبع الوالو لو كيودك شي كيدوز الحمد لله مزيان وكل واحد يشدو كلي كيشدو عشر دقائق كلي كيشدو خمسة دقائق كلي كيشدو خمستاش كلي كيشدو ربعين دقيقة كلي كيشدو ساعة هذا مثلا شدوني واحد ربع ساعة يديك ما كاملاش وصافي ولكن كانين معي ناس ليشدو مربعين دقيقة و مص ساعة قسم على حسب نتو 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 وظهرك ونتو الجغل يجي تفع يعني الأسئلة اللي كيكونوا الطريقة بشكيدوا للشفاوير عادية جدا كامل احترام ما كينتاشي حاجة من دكش اللي كيكون في الغيزو سوشيو دكش رغير كيزيدو فيه واحد الحاجة نسيت ما قلتاش لكم أنه في لا فيش بيداغوجيك كتقدر تديرها إما صوفهم دو طابلو ولا تديرها عادية كتكتب سميد المرحلة مثلا ميزان سيتيواشن وكتكتب السؤال اللي كيطرح الأستاد والجاوب الصحيح اللي خاسطي التلميذ السؤال الجاوب سافي يعني سوك دوا فغر لانسانيان سوك دوا فغر هذا الالف يعني فحالة ماشي واحد فيكم عطاوه ينود يدير الدرس هذا هو مال مراحيل اللي غاد يدير إلا كنت عندو اكتبتة دو لكتور سافي مفاهمين هكذا غنكون وسالينا الفيديو ديال اليوم كانت تمنى تكونوا تستفتو ما تنسوش تبارتاجيو مع صحابكم وتديروا لايك الفيديو اللي عجبكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة